يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعا مهما وشريانا رئيسيا للنمو الاقتصادي حيث يعتبر نقل المعلومات وتحليلها وتقديم الحلول عن بعد من سمات الاقتصاد العصري وتعتمد كل المنظمات الحكومية والخاصة على نظم المعلومات والاتصالات لتقديم خدماتها ومنتجاتها للمستفيدين وقد بلغ عدد العاملين في قطاع الاتصالات والمعلومات في السعودية نحو 390 ألف موظف تشكل الغالبية العظمى منهم العمالة الوافدة بنسبة تجاوزت 57% بعدد فاق 222 ألف موظف مقابل 167 ألف موظفا سعوديا فقط ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تركز عدد العاملين في هذا القطاع في مناطق الرياض ومكة والشرقية بنسبة 65% ويتركز العمالة الوافدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة بينما تحظى الشركات الكبرى بنسبة توطين جيدة وقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات حيث تشرف وتشرع وتدعم القطاع في المنظمات الحكومية وتدعم أيضا التحول الرقمي للشركات والمنظمات غير الربحية من خلال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك عبر إنشاء العديد من البرامج للتحول الرقمي في برنامج التحول الوطني عشرين عشرين وتسعى المملكة بأن تكون في قائمة أفضل خمسة عشر نموذجا عالميا في التحول الرقمي والابتكار وهناك مبادرة للوزارة تعنى بنشر شبكات النطاق العريض اللاسلكية على السرعة لتغطية سبعين في المائة من المساكن في المناطق النائية بحلول عشرين عشرين هذا ويعتبر تأهيل الشباب للعمل في قطاع الاتصالات والمعلومات سهلا وسريعا حيث تتوفر المناهج ومنشآت التدريب المطابقة لمعايير دولية معتمدة ويبدو غريبا أن نرى عاطلين عن العمل من حملة التخصصات في هذا المجال الذي يعتبر جاذبا للشباب للعمل فيه وقد بلغ الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2016 أكثر من مائة وواحد وثلاثين مليار ريال ومنذ أن تم الإعلان عن توطين قطاع محال الاتصالات بنسبة مائة في المائة عانى هذا القطاع وتعثرت عملية التوطين نوعا ما وظهرت العديد من المنشآت المخالفة للنظام التوطين ترجمة نانسي قنقر